من بداية 2023 رفعت وزارة الطاقة تسعير الكهرباء أكتر من 16 مرة وصارت فواتير مؤسسة كهرباء لبنان تنحصب بالدولار كانت الحجة أنه هيدا الطريقة الوحيدة لزيادة ساعات التغذية وأنه بمقابل هالزيادة رح نتخلص أو نخفف من فاتورة المطيرات بعد مرور أكتر من سنة ونص النتيجة هي فاتورة عالية وصفر كهرباء هلأ منتظر نحن نتوقع ونتمنى أنه بنفس الوقت نكون عم نزيد التغذية لأنه هيدا هي خطة الطوارئ ريهنت وزارة الطاقة على رفع التغذية لحد 12 ساعة بليوم من خلال 3 مصادر استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية بالاستفادة من قرض من البنك الدولي شراء الفيول لتشغيل المعامل بعد تصحيح التعريفة وربطة بسعر صرف الدولار الفيول العراقي لحيتأمن مقابل دولارات ممكن تستعمل الحكومة العراقية لشراء سلع أو خدمات لبنانية مثل الاستشفاء فشلت كل بنود خطة وزارة الطاقة أولا رفض البنك الدولي تأمين أي قرض بعد ما امتنعت الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات اللي طلبه وخصوصا تدقيق ميزانيات الكطاع وإصلاح إدارته ثانيا صار متراكم بحساب مؤسسة الكهرباء بمصرف لبنان 170 مليون دولار من إرادات الفواتير الجديدة بس هالأموال ما استعملت لشراء الفيول وهيها مجمدة بمصرف لبنان بحجة الحفاظ على سعر الصرف تالتا حتى مستحقات الفيول العراقي رفض مصرف لبنان يسددها رغم تراكم أكتر من 4.8 مليار دولار بحسابات الدولة عند مصرف لبنان عم يتحجج الحاكم بعدم مصادقة المجلس النيابة على عقد شراء الفيول وبره ما عم يحط العقد على جدول الأعمال وبالنتيجة الفواتير العالية بعدها عم تندفع وبعدها نكاية سياسية مانعة الكهرباء ووزارة الطاقة رفض أي إصلاحة جزرية بالقطاع أنا مثلا مستعمل ماروحة نعم على الماروحة أنت؟ نعم على الماروحة ومش على الـ AC